مساء الخير وحلقة جديدة من دائرة الضوء على قناة تانية في تلفزيون مصر العربية ومحطة إزاعة الشرق الأوسط النهاردة الأربع وكل يوم أربع زي حضراتكم ما تعودته معدنا مع إبداع إبداع مسابقة إبداع اللي عملتها وزارة الشباب عملت خمس مسابقات والستة شغالة دلوقتي إبداع اللي هي كانت فكرة أن النهاردة الشباب في جماعات والمعاهد اللي لم يكن يستطيع أي شاب أو أي فتاة أن يقدر يمارس أي نشاط تربوي داخل اللمع حتدرب بالنزير والسنة اللي حتوبة حكايته مش حكاية نالحة وزارة الشباب أن تكسر هذا الأمر من خمس سنين وستطاعت أن هي تقدر تعمل مسابقة النهاردة مش أضال مسابقة مش أقل من 150 ألف واحد بيشتركوا فيها من نمعات مصر ومعاهد مصر العليا مسابقة إبداع وإن كانت حالة متأخرة أو كان مفروض تبقى موجودة من زمان إنما حصلت ومش بس المسابقة الحقيقة الشيء الرائع جدا إن وزارة الشباب الحقيقة المؤنس خالد العزيز ما بقاش المسألة إننا نختار ناس واكتشف ناس زي المسابقة التي تتعامل في لبنان والحاجات دي كلها وبعد كده هو مع نفسه بقى لا الوزارة عملت أركسترا النهاردة فيه أكتر من 400 عازف وعازفة ومطرب ومطربة وهم دول من دلتقي معهم كل يوم أربع الحياة مواهب مصرية شابة منهم النهاردة يعني النهاردة إحنا معنا الأركسترا بكيادة الماسر عبد الرحمن سعيد والمطربة غادة عصام غادة عصام ستة كويس ومواهبة برضو من المواهب اللي جاية اللي جاية اللي نقدر ننتصرها إحنا عندنا مواهب كتير جيدة ومصر لم ولن تنضب عن إنبات المواهب هي الفكرة كلها لما المواهب تظهر في أي مجال إزاي نقدر نعملها الرعاية الصحة وإزاي نحطها على الطريق الصحية في الأول خالص المواهوب ما بعرفش إنه مواهوب ولا إحنا نعرف إنه مواهوب إلا لما يمارس فإحنا عندنا أغلب مواهبنا لغاية فترة قريبة جدا وحتقعد لفترة قدام كبيرة جدا حتبقى بالصدفة أو المصدفة إنما المواهب الحقيقية الكثيرة ما شفناهاش طلعت وراحت ومحدش خد باله منه بدوا حضراتكم النهاردة حتشاهدوا النهاردة في مجموعة خمس أغاني حتقدمهم إن شاء الله غادة عصام مع أركستر روزارة الشباب والرياضة والماسر عبد الرحمن سعيد انتظرونا في اللزء الثاني إن شاء الله بالحلقة اشتركوا في القناة